امام عشور بقى اوليك اللقطات بتاعت امام عشور بعد بص 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 امام لأ فيه لقطات لامام قبل يعني في الدقيقة لاخيرة من المباراة بص فيه ناس يعني بشكرهم على السوشيال قاعدوا ياخدوا لقطات لامام خصوصا مع كل اللي بتقال على امام بقى اصلا مش اهلاوي اصلا امام معرفش ايه ففيه ناس بكزت على امام اخر دي عشان تشوف ردود افعال امام ايه وريني كده هادي امام عشور ومشاعر امام عشور شايفيني اللقطات دي وفيه لقطات للعبت الاهلي وهي بعد الماتش تجمعت عشان تشجع جمهورها وطبعا التعلب مرسيل كولر التعلب والله العظيم ده التعلب المكار هو ده ده التعلب المكار ده اللي في ظل كل الاجواء المشحونة دي شفت الفرق بينه وبينه ورشيتش بقى بص ده مخد لعبته ازاي ولعبته ناس اللي عارفة كأنه ارى الماتش بالليل طريقة اللعب الروح اللي زارعها تجهيزاته نفسيا للفريق مفيش خروجه عن نص مهما كان حتى حسين الشحات شفت الفرق بينه وبين الشيبي ما اخناق بين الاتنين فلو فيه توطر يبقى بين الاتنين طبعا ده لعابة الاهلي بتهني وتحتفل مع جمهورها بعد المباراة ده احتفالات الفوز بتاعت الاهلي يعني فشوفهم حسين الشحات والشيبي نفس المشكلة بصوا ده مهيق نفسيا ازاي وده مهيق نفسيا ازاي ده عنده الفلات الشيبي واثر على فريقه بالكامل تخيل مجهود سنة ومئات الملايين مدفوعة ومصروفة مصروفة طيارها الشيبي بموقف انفلاتي في اندفاع التاني مؤثر مؤثر ايجابي ازاي على فوز الاهلي بالست لقات يعني نشوف حسين الشحات في المتشين مطش الاولاني عامل جولين عامل تمريرة وسام ابو علي اللي جي منها جول الاولاني وعمل البنالتي اللي محمد حمدي دخل شاله فيه وجولين دول من صناعة حسين الشحات والتالت كان لقافشة بتاع القضية التانية المطش بتاع مبارح بص حسين الشحات كان مؤثر ازاي حتى الترئيسة اللي عملها للشيبي ودخل عليه الشيبي باندفاع كانت نقطة التحول الاهلي كده كده كان كسبان بس انهى الامور في الديها 79 برضو حسين الشحات وتأثيره كان عامل ازاي وهذا الثعلب اول ما حصل كده واضطرد الشحات وبدأت المباراة بعد دقيقتين سحب حسين الشحات وعمل تغييره عشان خاطئ يقول لا لقد اتمامت مهمتك شوف ده كان ايجابي ازاي على فرقته وده كان سلبي ازاي على فرقته شوف كولر هنا هيق لعبته ازاي وشوف يوروشيتش هنا كان عامل لعبته ازاي حتى الشيبي فنيا غرق فرقته في المطش ده هو اللي عمل بجول ده على فكرة يعني هو اللي جي عمل الكرة بكعبه خطافها بلدياته رودا سليم عمل كده بص قصير للمكار امام عشور بوش رجله عمل التمريرة للصاروخ اللي جاي من تحت من وره وسام ابو علي حطاه بشماله على شمال الشدناوي وقعد يوروشيتش يتريع على الشيبي ما الشيبي مش جاهز الشيبي في الكرة دي مش جاهز ورني كده تاني الكرة بتاعت الشيبي دي اللي غلط فيها فهو فنيا حتى قبل ما ترد هو السبب في الجول بيستهتار تقول رعونة تقول بص بص لا انا عايز يا جماعة الجول من اوله عشان اللعبة دي مش عشوف اربعين مرة انا عايز الجول بس عشان اللعبة دي من اوله لو سمحت برضو بص 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 بكعبه ازاي بص قادي رضا عملا بالراحة كده الامام طبعا امام ده مكر بص بوش رجله ازاي الخارجي دخل وسام بشماله ما لا 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 واقف ولا لاكلك ولا عمل خارج الشناوي حطا له من تحت رجلي الشمال في البعيد احناك اقصى بص 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 جنب العرضة تقريبا باتنين ملي بص 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 يعني يا دوب هي الحتة دي المثالية بتاعتها اي مكان غير الحتة دي مش هتيجي يعني لو جت شمال سنة هتخبط في رجلين الشناوي لو جت بعديها سنة خمسة صند هتطلع بره او تيجي في العرضة يعني بص لو عالية شوية ممكن الشناوي جسمه فاير كان ممكن تيجي فيه ده يعني بص اللعبة المثالية الايفر ود عملا وسامة ابو عالي بصراحة يعني مين بقى اللي غلط فيه التاني الجامل رشيدش عاديد رفش يشد في دماغه ويعمل بكعب رجليك عدنا الحركة دي بتاعت يورشيدش وهو بي ها قاعد يتجنن لازم يحملها بكعب ولازم يحملها بكعب عايز يعمل لنا بكعب يعني لو فاكر نفسه حسين الشحات الشيبي يعني لو فاكر نفسه حسين الشحات يلعبها بكعب طب حسين يعرف يعملها بكعب من حسين مهاري بص 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 يورشيدش بص بص الجنن ها يعني بس يرشدش عامل احسن والله يعني لو شيب عاملها كده كتنطت بعيد بص يرشدش رجليك بص بص عالية ازاي يعني كرة جات فيها وارشق من الشيبي ها والله ويمتاز يرشدش بالرشاقة يعني يرشدش كمان جسمه بالرشاقة بس فقط مفيش حاجة تانية عالمستقى الفني بقى اخطأ يرشدش كتير على فاكر لو جيت بص على الماتش فنيا بنا بازم عاملش حاجة يعني عشان برضو حدي يقول لي وانا اتحدى هو على الصفحة بتاعتنا اي تي سي تي في في التعليقات في اللي اعملوها الوحدية ما عرفش الزمولانا في السوشيل ومحرين انا بقولها هو اللي شاف حاجمة لبيرامدز غير الكرة اللي جات لزلاكة اول منزل اللي طيارة في السماء دي يبعت لنا الهاجمة دي ولينا فين على مدار مية اهي الكرة دي اول منزل زلاكة مش دي لهاجمة زلاكة بص بص بتخد زلاكة مش مصدق انها بسوه وزيتها يعني كانت زيتها قدام المرمى يعني مش ملعوبة مش جملة يا ناقصه دي لنا هاجمة خطيرة بتستفيش غيرها بص 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 رحت كده عاملت بالعرض عالارض بص زلاكة في السماء وتخبطت في العصفورة وتخد بس اللي لقى اللي يلاقي هاجمة تاني غير دي يبعت هالنا في التعليقات او على السوشي اللي عندنا عالصفح عشان كده انت قعدت مية وخمسة او مية وعشر دقيق ازا حسبت الوقت الضايع بتاع الشوط الاوليني مفيش اي اداء فني قادر اقول ان البرامدز يستحق بي الفوز يعني ما كانش ماتش فها مثلا ترى اربع خمس فرص ضيعين من البرامدز وكلا الاهل داخل كسبان الماتش الاوليني عنده فرصتين فازي المبارية التعادل يا الفوز فداخل عارف عايز ايه عمل الهجمة اللي هو عايزها جاب الجول وعلى فكرة الاهل اهل مدع تلاتة اربعة تجوال في انفراد لقافشه وفي كرة كهرباء وفي تسديد يتمعرفش وسامه يعني فيه تلاتة اربعة خمس فرص كده انما انا بقولك اهو هعملها يعني تحدي اللي يلاقي فرصة في المية وعشرة دقيقة البرامدز يبعتها لنا عالسوشيا اللي عرفنا فادا تقسير فني من يرشدش خلانا اقول ان يرشدش ما بعرفش شي يعني الماتشات اللي تقيلة الصعبة دي بتخطف وانا قلت وانا كنت متحفز على نص ملعبه ومن قابل الماتش الاولاني قلت لو لاب بالكارتي وبلاتي توريه عكس كله قرأي الناس بقا لو تفتكر قلت الكارتي وبلاتي توريه مع مهند لاشين البرامدز يقسر مش نص ملعب الاهلي هيفرومه لانه لا الكارتي بيدغط في نص الملعب ولا بلاتي توريه بيغلط في نص بيدغط في نص الملعب اللي اتنين طيرين اللي قدام وما يفعش تعمل مع الاهلي كده لحد يخش على الاسد وعايز يهبشه هيهبشك انت واللي تشدد لك فالاهلي سيطر ماتش التاني نفس الكلام قلت مستحيل في الماتش التاني يلعب نفس نص الملعب لا برضو نفس نص الملعب ده وليه افكار غريب الماتش الاولاني يبدأ بكريم حافظ باكرايت ويقعد الشيبي الماتش التاني يبدأ باحمد توفيق باكليفت يقعد كلم حافظ غريب جد اخطاء فنية فادحة تجهيز نفسي فاشل للعيبة ومش مجهزوا منهم ابطال ده مجهزوا منهم راحين يقابلوا عدو يعني هم جهزهم كأنهم راحين يقابلوا عدو فالموضوع بقى عدائي مش بطولي عكس لايب تلاقي لايب تلاقي لمدربين هما نازلين بيتعاملوا مع الماتش كانوا نهاية افراقية انا يا ابن النازل اخد الكاس واروح جابوا النصر دخل خطف التلات ناط وجهز المكان للدرع في الدولان بتاع الاهلي ورجع تانس تقر في الجبل في مقره في بيته اللي بيهدي ايه الاهلي بيه جبل